لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أتمن أقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المسا ورحب بيكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وحلقة النهاردة بعنوان الله غير حقيقي عند ابن حجر وإحنا عرفنا في الحلقة اللي فاتت عن معنى الصفات ومعنى الصفات الزاتية اللي زيبن الله وتعرفنا يعني إيه الصفة الفعلية اللي تتعلق بمشاقته والصفات الفعلية الزاتية اللي برضو بتتعلق بمشاقته وكان تركزنا على الصفات الفعلية الزاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها وشفت أن ابن حجر فرق بين صفات الزات وصفات الفعل وقال إن الصفات الذات قائمة به وصفات الفعل غير قائمة به وبكده بينفي الصفات الفعلية وأخذنا مثال الله هو القادر على الخلق ولكن لا يثبت الخلق الله متكلم ولكن ينفي عنده صفات الكلام قصفة فعلية فبكده بيكون التوحيد عنده هو لا فاعل إلا الله وده طبعا مش كمال التوحيد ده جزء من التوحيد وبكده بيكون جهمي في الصفات وجهمي في توحيد الألوهية وهنروح لأهم صفة فعلية بعد صفة الكلام بعد صفة الخلق وهي صفة الكلام وهنشوف الشيخ البراق بيقول لنا إيه ومن صفاته تعالى ما هو ذاتي وفعلي كالخلق والكلام فإنه لم يزل خالقا ويخلق ما شاء إذا شاء لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء كيف شاء يعني إنه لم يزل خالقا ويخلق ما شاء إذا شاء يعني الخلق صفة فعلية ذاتية ولم يزل متكلما إذا شاء بما شاء كيف شاء يعني الكلام صفة فعلية ذاتية وطبعا أنا اعتبرت إن صفة الكلام هي أهم صفة بعد صفة الخلق لأن أهم حاجة بعد الخلق إن الناس إنهم يعرفوا مين اللي خلقهم وإزاي يعملوا يقول ليردي ودي لا يمكن تحصل يعني إلا من خلال كلام الله وبرضو لا يمكن معرفة توحيد الله أو الإيمان بذات الله وأفعاله وصفاته إلا من كلام الله وإحنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت بالتفصيل عن عقيدة ابن حجر في صفة الكلام والحلقة دي هنتكلم عن نفس النقطة بشكل سريع وهنقول حاجة جديدة هنروح لسهل بخاري كتاب الشهادات باب لا يسأل أهل الشركة عن الشهادة وغيرها فتح الباري بيقول لنا إيه قال الحافظ قوله أحدث الأخبار بالله أي أقربها نزولا إليكم من عند الله عز وجل فالحديث بالنسبة إلى المنزول إليهم وهو في نفسه قديم يعني إيه يعني كلام الله حديث بالنسبة للناس ولكن بالنسبة لله قديم وتعليق الشيخ البرق بيقول إيه والقديم هو الذي لا بداية لوجوده وهذا جار على مسهب الأشاعر في كلام الله تعالى فإن كلام الله عندهم هو معنى نفسي ليس هو حروف وأصوات وهو معنى واحد لا تعدد فيه وهو قديم لا تتعلق به ما شئت الله سبحانه فعندهم إن هذا القرآن المسموع المثل المكتوب ليس هو كلام الله حقيق بل هو عبارة عن ذلك المعنى النفسي وطبعا اللي عايز يرجع للحلقة رقم 35 وكانت عنوانها الإله الأخرص ويعني فيها كل الشرح للموضوع ده وهنشرح تعليق الشيخ البرق عشان اللي بيسمعنا يفهم أكتر عن قصد ابن حجر والقديم هو الذي لا بداية لوجوده لا بداية لوجوده أي أن كلام الله لا يتعلق بقدرته أو ما شئته يعني الله بيتكلم هو مش عارف إنه بيتكلم أو مش عاوز يتكلم الله بيتكلم غصبا عنه الله غصبا عن الله يعني ده هو المعنى اللي بيقصده ابن حجر وده بيأكد الشيخ البرق وبيقول لنا إيه وهو قديم لا تتعلق به مشقة الله سبحانه وبن تيمية برضو بيشرح نفس الكلام في كتاب العقيدة الوسطية في شرح العقيدة الوسطية بيقول إيه آيات الصفات إذبات صفة الكلام ومنهم من جعل لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشقته وقدرته ونفع عنه الحرف والسقط وقال إنه معنى واحد في الأزل وهم الكلابية والأشعرية ومنهم من زعم إن ده حروف وأصوات قديمة لازمة للذات يعني فيه فرق قالت إن كلام الله لازمة لذاته أزلا وأبدا ولا يتعلق بمشقته يعني يتكلم غصبا عنه وفيه فرق زي الكلابية والأشعرية نفع إن الله يتكلم بصوت وحرف وإن كده كلام الله بيكون بمعنى واحد في الأزل وده شفنا صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن سورة مريم كافها يا عين صاد بيقول في فتح الباري وحكى ابن التين للداودي في هذا الموضع كلاما فيه استشكال نزول الوحي في القضايا الحديثة معنا القرآن قديم خلينا نشوف تعليق الشيخ البراك وهو بيشرح الكلام ده الشيخ البراك قال وقوله فإن ده القرآن قديم إلى آخر الكلام هذا من إطلاقات الأشعر فإن من مسهبهم إن كلام الله معنى نفسي واحد قديم ومعنى ذلك إنه لا تتعلق به المشيئة وطبعا الشيخ البراك حكم ببطلان مسهب ابن حاجة وقال هذا مسهب باطل والسبب زي ما بيقول الشيخ البراك لأن مقتضاء إن القرآن المحفوظ في الصدور والمكتوب في المصاحف ليس كلام الله حقيقة وبشكل سريع هنربط بين نقطتين ألهم الشيخ البراك النقطة الأولى كلام الله معنى نفسي واحد قديم ومعنى ذلك إنه لا تتعلق به المشيئة نقطة تانية لأن مقتضاء أن القرآن المحفوظ في الصدور المكتوب في المصاحف ليس كلام الله حقيقة يعني القرآن اللي هو كلام الله لا يتعلق بما شئته كمان مش كلام الله حقيقة يعني صفات الله الفعلية مش بتتعلق بما شئته يعني ابن حجر بيقول إن أفعال الله وصفاته ليست حقيقية يعني الأولوهية عند ابن حجر إن الله فاعل ولكن الفعل ليس حقيقي يعني الله إله غير حقيقي وصفات الله أيضا ليست حقيقية إذن كلام الله هيكون زي يقولهية الله غير حقيقي أو كلام نفسي زي ما قال الشيخ البراق كلام الله معنى نفسي واحد قديم والنقطة دي تكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت بالتفصيل ووضحناها وقلنا في شرح الطحوال ابن جبرين بيقول قول هؤلاء الأشعار ونحوهم إنه عبارة بمعنى إنه تعبير غير كلام الله كأن الذي عبر به إما جبريل إما محمد أو غيرهما فجعلوا كلام الله المعنى وهما عبر عنه بمنزلة المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة يعني القرآن من قصين كلام الله تسوي تسفى بالله الفعلية عند ابن حجر ليس كلام الله الحقيقي هو عبارة عن كلام نفسي إذن هو تعبير جبريل أو محمد ودلوقتي هنرجع لنفس المعادلة الأولى الإيمان بالله بين قصين الإرجاء زائد أفعل الله بين قصين الجبرية والقدرية زائد صفات الله الفعلية الذاتية اللي بين قصين الجهمية بتسوي إيه؟ بتسوي التوحيد اللي هو صفات الله الفعلية الذاتية بتسوي أهم صفة بعض الخلق وهي صفة الكلاب بتسوي كلام نفسي بيسوي كلام جبريل أو كلام محمد وممكن شوها كلام جبريل والباقي كلام محمد وبعد كده شوفنا إنه مرجع في الإيمان بالله وجبري وقدر أفعل الله وجحمي في صفات الله الفعلية الذاتية وإحنا أثبتنا إن ابن حجر جحمي وأثبتنا إنه بين في صفات الكلام وإن كلام الله نفسي وجحمي في صفات الله الفعلية الذاتية وجحمي يعني إيه؟ يعني ينفي صفات الله الذاتية الفعلية ولفت تفتكروا معايا الصفات الفعلية اللي هي تتعلق بما شئت وإن شاء أفعلها وإن شاء ألم يفعلها كل دي تكلمت عنها زي الاستواء والمجيء نفاها برضو ابن حجر ودلوقتي أنا هسأل كم سؤال وعاوز المسلم يفكر فيها في الأسئلة ويحاول يلاقي إجابة أو حتى يعني ممكن يروح لأي شيخ يسأل السؤال الأول إزاي أنت بتاخد شرح أهم مكتب بعض القرآن اللي هو صحيح البخاري من واحد بيؤمن بأن الله إله غير حقيقي وده هو معنى إن أفعل الله غير حقيقية يعني بين قصين ملحد لا يؤمن بوجود الله السؤال الثاني إزاي أنت بتاخد شرح أهم مكتب بعض القرآن اللي هو صحيح البخاري من واحد لا يؤمن أن القرآن كلام الله وأن القرآن من تأليف جبريل ومحمد ومعنى كلام ابن حجر كده كأن الله مستخبي ومكسوف ومش عاوز يتكلم ومش قادر واكتشفنا كمان أنه أخرص السؤال الثالث إزاي أنت بتاخد شرح أهم مكتب بعض القرآن اللي هو صحيح البخاري من واحد بيقول أن جبريل ومحمد بيعرفوا الله أكتر من نفسه وبيعرفوا يعبروا أحسن منه ومشكلة الأكبر أن الإسلام كدين هو كده من تأليف جبريل ومحمد يعني بقى عندنا إلهين مع الله بس إلهين بيعرفوا يتكلموا وأفعالهم حقيقية مش إله ما بيعرفش يتكلم ومالوش أفعال السؤال الأخير يعني يا مسلم واحد بيقولك أن الله مش إله من قصين كده الله بدون أفعال حقيقية يعني مش إله وبيقولك برضو أن الله لم يعلن أن إله ليه؟ لأن القرآن مش كلامه وبرضو بيقولك أن النبي الإسلام كان بيكتب لما يقول أن الله إله وأن القرآن كلام الله لأن حسب عقدة ابن حجر القرآن كلام جبريل ومحمد فالله مش إله إزاي أنت بتاخد شرح أهم كتاب بعد القرآن اللي هو صحيح البخاري من واحد عقدته كده تابعوني الحلقة الجاية علشان وشوفوا معايا مفاجئة في أن في شرح في شرح لصحيح البخاري لكفار كوريش والتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وذا يرد بعقل وذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوب بين معقل المصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر